قصة من حصلت على واحدة قالها الحنطي حمد الحنطي منالغيها مع زجار خوي اللي من أبناء البادية مدري هو اعتيبي أو مطيري كانوا أصدقاء والبادية والحاضرة نسيج واحد هذا مكمل هذا وهذا مكمل هذا المهم كان لابن الحنطي غنى من عندها الرجل هذا تفردوا يمكن باقيين طرفين وطرفين عند البدوية هذا وبنحنطي افتح الله عليه وخلى شقرة كلها ورح للجام افتح الله عليه وفتح محلات وصار رجال انتاجر دارت السنين وخويه البدوية هذا ماسكنها الاطراف هذه ويغداها ويتعهدها ويقالجها لين وصلت ميتين وسبعين طرف الله سبر الرجال وخاف انه يموت وهلا ما انا عنده ويروح لشقرة قال يا ربي عينت وحمد بن حنطي قال وينك حمد بن حنطي ما هو بيمك شوفه في الرياض قال وين محله في الرياض قال في المحله في الرياض وهو يركض على بن حنطي وين بن حنطي وين بن حنطي وين بن حنطي قال او هذا يقدر ايلها داخلنا عليه في محله سلام عليكم السلام يلا حيه وش لونك يا حمد أساك طيب ويناظنا حمد قال سنك ما عرفني قال الله بالحلال ما عرفتك قال لنا يا فلان ابي فلان قال انت فلان وهو يخم ويسلم عليه قال يا حمد قال لا تكلم الى تغدى انا وعينا خير عطني اللي في خاطر كله هو يتوقع انه يبيش كالحالي راح الرجال هو اياه وتغدى في بيته وعينا خير قال يا حمد عندي ما انت فكني منها قال وش عندك قال عندي لك غنم كامنا بخابر اشي قال لا عندي لك غنم انت تذكرك اجزانة هالسنة ما اجل لك اطراف مهب واجد عندي وانقطعنا وراحت السنين قال المهم تشمهم قال حوالي مئتين وسبعين طرق قال لي انا قال لي الله اكبر قال الغنم لي قال ايه قال اشهدوا يا حاضرين ان كل هلك الله اكبر والله ما يجينوا ولا طرق شكرا وقد صرنا به الآن شكرا